عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أنه يأتي بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج في محافظتي سهاج وقنة حيث تم الإشارة إلى أن إجمالية المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سهاج وقنة بلغ 4119 مشروعا تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها